السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتي معكم دائما الأسماء من قناة أسماء للطبخ أسماء كوزين انشاء الله يربي الفيديو تعلوم يسيبكم كامل بخير وعلى خير وهم حاجة بصحة جيدة كما راح نشوفوا معي اليوم راح ندير معكم لغسات قلب اللوز قلب اللوز تعلوم وصفة مميزة سهلة بنينة وصدقوني نجحة ومضمونة مية بالمية كما حينتشوفوا معي راح تتحصلوا على قلب اللوز في غير منطري حينتشوفوا معسل هايل 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 بسم الله على بركتي الله نبدأ في تحضير الوصفات اليوم مع بعضنا لكن كبداية حبيت نقول لكم انه هاد الوصفة كنت شفتها واخدتها من قناة غوسات ليلي بالمناسبة شكرا على الوصفة احنا يشوفوا بنسبة الاول حاجة حين نحضروها حين نحضرو الشربات انا هنا خديت هاد الكاس لحن كيل به كامل مقادير انتم اخدوا الكاس وكملوا كيلوا به كامل مقادير تاكم احنا اضافة اضافة كيسان سكر سيقابلهم ثلاث كيسان ماء اضافة 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 نصف كاس مظهر سوف نشارك معكم الوصفة نحضر في العجينة على قلب اللوز زوج كاس مزهر زوج كاس مزهر نصف كاس حليب نكمل بنصف كاس مظهر نعوز كاس مزهرة نقر فق السكر نضيف خليط سمن وزيد زبدة сколько الوصف من الموجود بسبب طبق Für blouse كما اضافت في الوصفة اضافت اللوز الحلو اضافت دوق رائع من بعد اضافت الوصفة ونبدأ نضرب فيه حتى السكر يدوب لي كامل ما يبقاش كامل سكر وهذا هو سل نجاح للوصفه وكيدو بهادك السكر تعسل ويخليق البلوس تعنا مع السل من بعد دوق مش نضيفه عليه دقيق ونضيفه نظيفه كاس واحد دقيق متوسط مجددقاء ينضيفه كاس واحد دقيق متوسط و نضيف عليه ثلاث كيسان من الدقيق و لسميد الخشين كما اشتو هنا مزيج بين الدقيق المتوسط و الدقيق الخشين هذا الدقيق المتوسط هو اللي راح يعطينا هذيك التراوة و يزيد فغي مو يعصن لنا قلب الخشين كما اخطو المكاس دقيق متوسط مع ثلاث كيسان دقيق الخشين نضيف المقادير كامل مع بعضها حتى تدخلي ملح حتى يعني حين تشوفوا معي قوام العجينة يجيب ساف شباب وتانيك تقدرو في هاد المرحلة تضيفوا نص كاس مكسرات يا اما كوكاو محمص ملحي يا اما لوز محمص ملحي و لا تقدرو تكتع فيه كما درتانا ما ستعلي حتى حاجة يعني هنا في العجينة ضيفون نص كاس مكسرات ملحي و لما تضيروش دو كان نحطو في البلات تاعي لي كنت ادهنتو مليح بالسمن حتى هذك السمن يعني كيت ادهنو يعاونكم قربلوز باش يتحمل و نجون بسطوه أنا هنا بسطو كامل هكا بلملعقة و حطيتو ريح لي مدة 15 دقيقة لوقت لي سخنت الفون تاعي على 180 درجة مئوية الفون راهو يسخن مدة 15 دقيقة و انا قلبلوز راهو يريح اهنا الشربات الوقت لي كنت نحضر فيه القلبلوز طابت من بعد ما طابت لي وغلت لي عشر دقائق طفيت عليها النار و كما شتو نحيتها من النار و دوك نزيد عليها نص كاس تاع المزهر نخلطها و نخليها لازم الشربات التاعكم تكون بردة تماما يعني تبرد بدرجة حار الغرفة هي بردة و القلبلوز سخون ندوك واش نجين دير نجي نقسم يعني هكا برك نتراسي و يعني راح يروح هدلو تخاصاش برك باش نعرفو و نديرو حبة تعلوز نقسمو انا راح نقسمته على 4 عام بعد على 3 عطا لي 12 مورسو و حطيت في كل قطعة هكدا يا حبة تعلوز و دوكا كما قلت لكم حطيت الفون التاعي سخون على 180 درجة مدة 15 دقيقة لوقت للقلبلوز تاعي راه يريح لي دوكا نجي نحطوه يطيب في فون مسخن من تحت كي تشوفوه طاب لكم و تشوفو هادوك الحواشي يحمرو كي تشوفوه من الفوق و خلوه يحمر لكم مليح انا هنم بعد ما حمر نخرجوه من الفوق و نشربو بهديك شربت البرده و نخرجوه شربت برده نشربو بهذه الطريقة يعني ندير بشوية نشوفو كي مقتكم شوفو ان مشربو الكمية اللولة تاع الشربت اهنا شوفو بمجرد ما درتها شربت اهنا ما قطعت لكم وانو الفيديو خليتو لكم هكدا باش شوفو كيفاش يشرب شربت راح نضيف عليه الكمية التانية راح يشربها تانيك مباشرة من بعد عليه نضيف عليه الكمية اللي قاعدتها راح و تشوفو انو راح راح يولي يعم في هديك شربت الكمية التالتة ما يتشرباش و وش نديرو حنايا نحطوه نعاودو نردوه لهذاك الفوق اللي نكونو طفيناه اكيد يعني غير فسخانة بركتال فوق نردوه مده خمساش ندقيقه يريح داخله فوق كي جوز خمساش ندقيقه نحيوه كيما قد كوم الفوق طافي لكن مازالو في هديك سخانة نحيوه وخلوه يبردلكم المليح ياما مصبح لاشية ياما يباتلي لكاملة باش يشرب مليح ويتعسل انا صراحة ندرتو الصباح وكلينه لاشية في الصهرة وكيما قلتلكم النتيجة غيما هبلتني يعني ما كنت نسلنا انو راح يخرجها كده سبق وشاركت معاكم انا يعني الوصفة تيتع القلب اللوز وكيما قلتلكم وصفة هيدا ما راحش مبدلها لكن يعني صدقوني بعد ما جربت هاد الوصفة هادي هي الوصفة اللي احنا اعتمد عليها ومتمنى كل واحد شاف هالفيديو يجربوا كيما قلتلكم يجربوا على ضمنتي انا هنا يشوفوا ما شاء الله كيفاشي تقطعش حالي يجي شباب لاني برك شوية حابط يعني لابخوشان فوا نكيل بكاس شوية كبير كيما قلتلكم انا اول مرة نجرب هاد الوصفة وانا لحقت معاكم الى نهاية تلفزيون وانتمنى يا ربي انو الفيديو تعليوم يكون اعجبكم كيما عادا يدعجبكم اهم حاجة ما تنساوش تجعوني ما تنساوش تخلوا لي تعليق وما تنساوش تاركوا في القناة وتشاركوا هاد الوصفة مع احبا والاصدقاء حتى تعم الفائدة وانا نقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونشوفكم عن قريب فيديو الجديد ان شاء الله وشكرا